اشتركوا في القناة من اصحاح خمسة على خلفية الكلام اللي هنشوفه النهاردة حادثة شفاء المفلوق اللي بقاله 38 سنة مقعد ربي شفاءه كان يوم سبت ودي كانت مشكلة كبيرة مع رؤساء اليهود انه المعجزة دي تمت يوم سبت وبالنسبة لهم يوم السبت ده حاجة كده يعني لازم الدنيا كلها تقف حتى ما نفعش نعمل اعمال خيرة فالرب كان هنا بيحاول يشرح ليهم مفهوم الهي واضح جدا انه يجوز ان احنا نعمل خير في يوم السبت ده قال لهم حتى مرة انه مين فيكم ما يفكش الحمار او التور بتاعه ويروح يسقيه مية يوم السبت فان كنتوا بتعملوا كده مع الحيوانات كان بالحري مع الانسان اللي هو زي ما قال كده ابن ابراهيم يعني الانسان اللي عنده الكرامة بتاعت اولاد الله فهنشوف في الجزئية اللي جاية دي حديث واستكمال الحديث الرب عن من هو لهوته وقدرته وعظمة مجد جلاله اذا يا حبائي وصلنا للجزء الاخير من اصحاح خمسة من انجيل البشير يوحنة الاصحاح ده من اقوى واروع واوضح النصوص والدلائل على الوهية المسيح له كل المجد والشيء الاهم التصريحات اللي خرجت من فهم الرب مباشرة مش اختباسات او تأويل متناقل من شخص الى شخص او متواتر او متوارث لكن دي خرجت من فهم الرب مباشرة وبكده بتزيل اي مجال اي مجال للشك الجزئية دي مهمة ككل لكن اعتقد في اية محورية في حديث الرب هنا مع اليهود وهي في اية تسعة وتلاتين اللي بيقول فيها فاتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياة ابدية وهي التي تشهد لي حبائي في امرين مهمين هنا اولا كانوا رؤساء اليهود بيعرفوا المكتوب في الاسفار المقدسة لكنهم ما فهموش ما اهتموش بالتطبيق تطبيق الكلمات دي على حياتهم وبالتالي فشروا في رؤية المسيح اللي بتشير ليه كل الاسفار وكل النبوات دي شيء مؤسف حقيقي انهم غمضوا عنهم عن الحق وقفلوا قلوبهم وصلبوا رقبهم لان لا يقبلوا الحق ويدركوا ويؤمنوا بالمسيح المسيح مخلصهم اللي ارسلوا الله القاب لخلاصهم لخلاص نفسهم ولخلاص العالم أجمع بنشوف في العبارة اللي قالها المسيح في آية 45 لا تظني اني أشكوكم إلى الآب يوجد اللي دي أشكوكم هو موسى الذي عليه رجائكم لا تظنوا اني أشكوكم بيقول بنشوف بعدما ادعى اليهود انهم أتباع موسى الأصليين أظهر لهم الرب انهم هم غير الأمناء لموسى بل هو نفسه اللي هيشتكيهم للآب اللي عليه رجائهم موسى كتب وتنبأ عن المسيح في عدة أماكن في الوحي مثلا في تكوين 3 15 في سفر العدد 21 9 في العدد 24 17 وأخيرا في تتنية 18 15 خلونا على سبيل المثال نشوف في تتنية 18 15 تفتكروا أحبائي الكلمات اللي قالها استفانوس أول شهيد في المسيحية قبل قبل ما يرجموا اليهود في أعمال سبعة عن المسيح اقتبس نفس هذه الآية بالتحديد وطبقها على فكرة على المسيح يسوع وقال يقيم لك رب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون في شيء تاني مهم ملفت في منتهى الأهمية في النص بتاع التتنية 18 وهو آية 18 وهو أن النبي ده اللي تنبأ عنه موسى وهو المسيح قال أنه من بين إخوتك أو إخوتهم أي أنه هيكون يهودي لازم يكون يهودي فما ينفعش زي ما بيظن البعض أنه نبي لدين آخر أو أنه جاء من مكان آخر أو جاء علشان جماعة تانية أو جنسية تانية أو من منطقة جغرافية تانية جاء وكده فأنتوا فاهمين أصدي أنتوا فاهمين أصدي أكيد فالله قال في الوحي عن المسيح أي النبي المشار إليه هنا في التتنية 18 أنه له تسمعون وأجعل كلامي في فمه يعني كل ما تكلم به المسيح هو كلام الله عشان كده هو اللي أحد ألقابه مش كلمة الله زي موسى لكن كلمة الله في فرق كبير يا حبائي أي مجمل الإعلان الإلهي اكتمل في المسيح اللي تكلم فيها الله وأعلن عن ذاته وكمال لهوته وعظمة صفاته وملء إعلاناته السماوية وخطته الأزلية الأبدية وإن اللي لا يسمع لكلامه بيقول أن الآب يطالبه أي يحاسبه ويقدمه للقضاء والدينونة خلي بالك خلي بالك عزيزي زي لم تسمع لكلام المسيح فأنت في خطر أنت في خطر محيق أختم بهذه العبارة الجوارية المحورية اللي قالها المسيح في عدد 24 الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله فله شايفين اليقينية فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة بل قد انتقل شايفين قد انتقل بيقولوا قد لما بتدخل على الفعل الماضي بتيجي للتحقيق قد انتقل فعليا من الموت إلى الحياة هذا هو المسيح يسوع الذي نكرز به رب المجد اللي مجده لامع في وسطنا له كل الكرامة والحمد إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة